المقصود هو دايماً بيحب يبقى في حرب هو لازم يعيش حالة الحرب المدير الفني جاي ياخد مرتبه ويقول لك يا عم أنا مليش دعوه بالكلام ده أنا ليا ده بالمالعب بس رأيك إيه في استبعاد الأسماء دي هو بالنسبة لحسان حسن فهو أمر طويل وهنا الخطأ اللي موجود تشعر برضو أن هناك أزمة أو جاب ما بين التعامل مع المدير الفني الأجنبي أو المدير الفني المصري فحسان حسن دايماً الحقيقة عنده مشكلة أنه هو بيختلق معارك من لا شيء إنت ممكن تقولي ممكن تقولي دلوقتي من هي الجهة الوحيدة اللي حسان حسن دلوقتي على وفاق معاه مع دا محمد صلاح إيه الدوافع أو الحاجات اللي إحنا استندنا عليها عشان نجيف حسان حسن مدرب لمنتخب مصر عندنا بقى عمر مرموش وتقلق عمر مرموش عن مستوى العالمي أمام ما قدمشي من وجهة نظري نصف مستوى اللي كان بيقدمه مع نادي الزمالك يا مسائل فل أقلم بحراتكم وحلقة جديدة من أعدة كويرة أعدة كويرة بنصري فيها اتنين المفترض أنهما كويرة أنا عندي واحد كويرة على شمالي واحد بقى أنا أبدأ بيه لأن تقريبا البقرة هو حجز الترابيزة دي أهلا بيك يا صبري سار خير أخبارك إيه؟ صح كوير نص يعني هبقى قدام أحمد يمني دايما بيسبب ضيوف خد بالك دايما بيسبب ضيوف خد بالك لا صبري حبيبي عم سامن أهلا بيك يعني لا بس بس مبدأيا كده عشان بس يكون في قواعد في البرنامج ده أنا الأول وبعد كده زميلك اه لا بس صبري السسناء السسناء؟ في سنين السسناء صبري ونجيب اه تفتقلق من نجيب اه لما كمان أغمارك منوّرنا طبعا أول مرة لكن إن شاء الله ما تكونش آخر مرة حبيبي وسهل محسوسا أنا معكم مع صبري يعني صبري أشرة من الزمان يمكن الشغل قليلا مع بعض بس صبري من الناس المحترمة يعني اه كل الناس بتقول عنه كده مش عاملين اه صبري صبري من الناس الكاملين ملتلك أرزاء بقى تسجيل الحالة وإذا بالكابتن حسام حسن بيطلع بتصريحات أنا بشوفها انفجارية وفي توقيت مش عارف هل ده طبيعي إن أنا وأنا في مؤتمر صحفي قبل المباراة أو مؤتمر فني قبل المباراة أتحدث عن اتحاد كرة القدم القادم هو بالنسبة لحسام حسن فهو أمر طوية جدا أنا عايز أقولك على حاجة هو بس التصريحات اللي تناول فيها الاتحاد نفسه كانت على همش المؤتمر ما كانتش في المؤتمر نفسه مع الصحفيين بعد المؤتمر لكن برضو المؤتمر الحقيقة مليان بما يحتويه كلام حسن حسن داي ناخد رأيك في التصريحات وتحديدا يعني الكلام المتعلق بإبعاد الناس اللي كانت على مدار عشر سنوات في تحاد كرة القدم وبعد كده هننقل ياماني إن شاء الله عشان أقول له حتة تانية برضو كلامه عن أن الناس عشان الكرة في مصر تتقدم والحالة الفساد اللي فيها الكرة المصرية دي تنتهي ونروح لعصر جديد نضيف مش عارف إيه استغنوا عن كل الوجود اللي كانت في العشرة خمستاشر سنة اللي فاتوا ما تنتخبوش حد فيهم أو الناس دي لازم تختفي وشوفوا فتكروا اللي حصل في كاس الأمم 2019 ما لك أنت كابتن حسن ومال القصة دي يعني أنت الراجل مدير فني لمنتخب مصر ما لكو مال الحديث في هذا الموضوع في انتخابات لاتحاد الكرة جاية فهل أنت كلامك ده بيوجه الموضوع بيوجهه بيتوجه الكلام ده لطرف ما حيدخل الانتخابات احنا لسه مش عارفين من برى الخمستاشر السنة اللي فاتوا ولا الكلام على أن انت حاسس أن في ناس جاية من الخمستاشر سنة اللي فاتوا دول راجعة تاني وانت علاقتك بهم مش أحسن حاجة فحاسس أن انت حيتضحى بيك فبتسبق عشان تيجي تقول بعد كده أن أنا قلت أن أنا تمام أنا قلت يا جماعة أن الناس دي حتبوز الكرة في مصر وهم أول مجمع ضحوا بيها فتظهر بمظهر الشهيد فحسن الحسن دايما الحقيقة عنده مشكلة أنه بيختلق معارك من لا شيء بيدخل نفس المواضيع هو ملوش ضعو بيها يعني مال مدير فني المنتخب مصر بالإرث الإداري لاتحاد الكرة يعني أنت راجل جايب لوقتي عشان مؤتمر صحفي خص استعدادات المنتخب لمباراة مهمة في تصفيات كاس الأمم خلاص ده الموضوع اللي أنت جاي تتكلم فيه بتدخل في حواديد تانية ليه ما توترناش عم ياماني مش عاجبني الراجل بيقول لك سؤاله بسيط جدا أنت كمدير فني إيه علاقتك بمين اللي جاي يدير الاتحاد وأنا خلينا أقول لك أن فيه تصريح واضح أو لقاء تلفزيوني مع المهندس أحمد ميجاهد الراجل بيعلن بشكل واضح أنه يترشح للاتحاد ولما يقصد 2019 فربما يقصد هنا بوريدة يقصد أحمد ميجاهد والناس دي في وقت من الأوقات كانوا مستبعين تماما حسام حسن من الوجود كمدير فني المنتخب مصر أنت شايف أن ده وقته أو شايف أن ده أصلا من الذكاء أنه يعمله ولا هو خايف من تجربة حسام البدري مع أحمد ميجاهد بص يعني خلينا نجيب لك الموضوع من أول وكده كان مدير فني أنت كمدير فني مرة كتبت في مقال في الجول أعتقد من ست سنين أو سبع سنين وقدت الموضوع حسام البدري وانتقادات على حسام البدري بص أنت أديتني أنا مش عايزة تحك بس أنت أديتني أنت بقى له سامير غانم أريت في مجلة قديمة كنت مرة كان وقتها فيه انتقادات كبيرة أول حسام البدري فعملت كده أدور في أوروبا لما بيهو يختاروا مدير فني بيختاروا مدير فني إزاي والمفروض المدير الفني ده يعمليه فبتلاقي مدير فني تاك تيك بتلاقي مدير فني خطط بتلاقي تاك تيك وخطط بتلاقي أنه يطلع جيل من اللعيبة للشباب أو من اللعيبة اللي ما كانتش موجودة زي مثلا كيروش معامر مع مرموش مثلا ومنعم وخلافه وبتلاقي من ضمن الحاجات بقى التعامل مع الإعلام يعني من ضمن الجوانب اللي مدير الفني لازم بيرعاها دايما أو بيرعيها التعامل مع الإعلام فحسام البدري من المديرين الفنين اللي كان عنده أوقات مشكلة مثلا في التعامل مع الإعلام والتعامل مع اللاعبين قارن شوية حسام حسن بحسام البدري في الجزء دات اليوم شوية إلى حد ما مشتركين في بعض التعليقات على تعامل حسام حسن مع الإعلام وتعامل حسام حسن مع اللاعبين مع اختلاف طريقة التعامل مع اللاعبين حسام حسن له طريقة معينة اللاعبين بتشتكي منها بقى حسام البدري نفس الكلام طريقة مختلفة بس برضو لايبي تشتكي منا تعاون مع الاعلام حسام البدري له طريقة معينة الاعلام كان بيعترض شوي عليه أو طريقة التعامل ويعترض عليه نفس الكلام حسام حسام بطريقة مختلفة وميعترض عليه تسرحاته في الاعلام نفسها نفس الكلام على فكرة ما أنه لجوزنه ما كانش صديق الاعلام مصحفين فيما حاجة لا تعيد بس أصدر أقول لك في الآخر ايه أن أنت في الآخر كمدير فني تعاون مع الاعلام هو من ضمن الحاجات اللي المفروض بتركز فيها وانت مدير فني طيب انا كحسام حسن هل عاجبني الوضع مش عاجبني الوضع انا كابتن ايهاب جلال كان عاجبني الوضع مش عاجبني الوضع انا كفيتوريا كان عاجبني الوضع مش عاجبني الوضع انا ككيروش عاجبني الوضع مش عاجبني الوضع كل مدير فني له طريقة في مدير فني جاي ياخد مرتبه يقول لك يا عم انا مليش دعوه بالكلام ده انا ليا ده بالملعب بس في مدير فني اقول لك لا انا بتكلم وهرد وصده قدام الناس ولو قالوا معلومة عني غلط انا هنكرها زي كيروش مثلا كيروش مدير فنيين لما كان يتقال كذا لا ده انا كذا وانا قلت كذا عمل مداخلة في امم افريقيا عشان يوضح الاموك وفي مؤتمر وهو في كاس الامم طلع وقال انا وعد الناس بكذا وانا اتكلمت في كذا واتكلم كذا بعد اول مطش قدام ناجيري بس طريقته كان طريقة معينة وكان بيواجه ما خلف الكاميرات هنا بقى الاختلاف شوية ما بين كابتن حسام وكيروش انها اعتقد كابتن حسام لا يواجه خلف الكاميرات ولكن هو بيطلع المواجهة امام الكاميرات بيطلع المواجهة امام الاعلام وهنا الخطأ عشان كده بيزيد منه لانه في الاخر بيظل كاتم 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 ويطلع يتكلم قدام الكاميرا فيمقيل كل حاجة وبالتالي انا بقى مع صبري في الجزء انت قدام الكاميرا ممكن يكون انت ملك وملك الجهاز الفني اللي جاي او الاتحاد اللي جاي بس هو بيعمل دليل انه مع الاتحاد الحالي مش عارف يعمل حاجة ومش عارف ياخد حق او باطل. فبيسبق قبل ما الاتحاد ييجي. وهنا الخطأ اللي موجود. وهنا في الاخر ان في الاخر يتحط الكوت مع عند حسام حسن او بابين خوصين كنا. حسام حسن مدير فني صدامي. وبالتالي هنا تأتي المشكلة ومن هنا تأتي في الاخر انطباع. انه ممكن يتخذ برضو الاحساس حسام حسن ان هو مش مستشهر الامان مع الاتحاد الحالي او الاتحاد القادم لا ان هو الراجل اصلا في اول مؤتمر صحفي ليه طلع واتكلم بوضوحه قال اساسا ان مش الاتحاد هو اللي جايبه وهو نفس الكلام قاله دلوقتي ان هو بشكر الشخصية المهمة اللي جابته فبالتالي هو مش مش حاسس ان هو ابن الاتحاد ده او ان في اي اتحاد هيجي يكون بيحافظ على وجود حسام حسن تجربة حسام البدري تقريبا قدام عنيه غير بقى تجربة حسام البدري ان هو كمان شايف ان انا طول الوقت ما كنتش بقى مرشح اساسا من المصريين لذلك هو برضو اتكلم في نقطة فنية بقى قالك انت لما تيجي تتعامل مع مدير الفني اجنابي ويقول لك انت ليه اخترت اللعب ده وما اخترتش اللعب ده فيقول لك رؤية فنية عندنا مفيش رؤية فنية مشكلة في الناس عندها نفوس معينة طب ما تتقبل انا كمان رؤية فنية ومستشعر برضو ان هناك ازمة اوجاب ما بين التعامل مع المدير الفني الاجنابي او المدير الفني المصري برغم ان وارد جدا يكون ده نفس التعامل اللي بيتم مع مدير الفنيين اجانب وشوفنا يعني معريني فيلر في وقت الموقات قال لي لو عايتين طب ما كولها الناس كنا مرشان بناس بتقول انت منزلش كهرابة ليه بتنزل مودست ليه فعالي فهو عنده عنده مشاكل كتير في النقطة اللي زي دي شايفها بتقول ان نتائج حسام حسن مش هي اللي تسمح له او هي اللي تضمن له استكمال مش وره مع المنتخب يعني بمعنى لو حقق نتائج ايجابية وارد حسام حسن ايضا يكون مش موجود لاي سبب ما بتصريح زي ده بص هو كابتن حسام حسن عنده قناعة واضحة او ما عرفش هو بيبقى شايفها بشكل حقيقي ولا هو بيحب يحط نفسه في الحتة دي انه هو دايما في مؤامرة انت شايف ايه وعشان المؤامرة ما عرفش بس هو دايما حاسس ان في مؤامرة ايوه انت شايف هو مظلوم في النقطة دي فعلا وحاسس ان فعلا مش واخد حقه ولا هو واخد حقه ما هو يعني تعالى نتكلم هو ايه الدوافع او الحاجات اللي احنا استندنا عليها عشان نجيف حسان حسن مدرب لمنتخب مصر او ايه مدرب بما فيهم كابتن حسان هل كابتن حسان حقق في تاريخه ما يسمح له كانجازات او حتى كمستوى من معين من كرة القدم او رؤية تخليه يكون المدير الفني او مرشح اول المدير الفني لمنتخب مصر ولا لا خلينا جاوبك برأيه وبوجة نظر وممكن رأيه وبوجة نظر وشايف انه احسن واحد في العالم لا مش كده بس هو الحقيقة هو اخر واحد تم توجيء ترشيح لي يعني جابه كابتن اهب جليل قبله ولو انت بصدر بطولات برضو كابتن اهب جليل وكان بيشعر هو وقتها بالمظلومية وهو كان بيشعر بالمظلومية حسان يعني اندرب منتخب الاردن فهو عن تجربة مع منتخب فهو جاي في الاخر اصلا هو كده كده جاي بعد ما كل الناس كان ناقص بس يعني يزوده شوية جيبه من كابتن علي ماهر ويفضل حسان حسن وغرب المقصود هو دايما بيحب يبقى في حرب وهو لازم يعيش حالة الحرب عشان دايما اي انجاز حتى لو صغير يتحقق يبه هو حقق ده من رحم المعاناة يعني شوف حتى تصريحاته النهاردة في المؤتمر وكلامه عن كلامه الفني يعني احنا بنتكلم دلوقتي في ظروف ماتشا كلامه كله عن ايه انتوا ليه ما قللتوش من وصول مصر الكاس العالم 2018 رغم ان المجموعة كان فيها منتخبات ضعيفة هو ايه الكونغو دي رغم ان احنا كان معانا غانا مثلا يعني تمام وان وقتها كان خمس منتخبات بس اللي بيتأهلوا مش عشرة ونظام التصفيات كان مختلف لا يا كابتن حسان الموضوع المرة دي سهل فعلا فهو كابتن حسان مش عايز يحس ان هو سهل هو عايز يحس ان انا يعني لما اصعب قابانا زي الجهرين اه لازم يبقى صعب يعني كلامه عن اللعيبة يقولك احنا كله معسكر عندنا قنبلة لازم تنفجر في وشنا لعيبة مثلا المحليين جايين مش مستعدين وانا المطلوب مني ان انا اخليهم جهزين واللعيبة المحترفين بيقولنا قبل المطشب بيومين ثلاثة هو ده اللي بيسري عليك ده شو اللي بيسري في العالم كله يعني والعالم كله يعني ما هو معروف ان المحترفين بيروحوا قبل المطشب بخمس ايام فاحنا ما اخترعناش للحسام حسن حاجة تضايقه يعني هو ده سيستم ماشي على العالم كله شمعنى انت اللي حاس بتديه يعني انت دايما اللي حاس ان فيه مشكلة ودايما حاس ان كله معسكر انت عندك موضوع يعني دايما فيه ازمة يعني انت هتلاعب وان احنا بيلاعب القوى الافريقية القادمة وتعمل تهول من الموضوع والموضوع بالدنيا عشان لما يحقق النجاح يبقى انجاز كبير بالزبط طيب عارف يعني وانت بتتكلم يعني من يماني وصابري بيتكلم انا جاف زهني تصريح واضح للكابتن محمد رمضان والكابتن محمد رمضان المدير الرياضي اللي قالي زامن للكابتن حسام حسن في فترة سانة صح كابتن محمد رمضان اول حاجة قالها ان انا لما تم اسناد لي مهمة المدير الرياضي انا ما كانش عندي قدرة زهنية ان انا اشتغل بشكل يومي بعد بعد مسافة عن الرياضة وقال نقطة تانية اكثر اهمية قال ان الجيل الحالي مختلف عن الجيل اللي انت عملت معي فاول حاجة لجأت ليها لايف كوتش وبدأت اروح لناس استشرهم في قدرتي على التعامل مع الجيل الحالي هل كابتن حسام محتاج لحظة مصرحة زي دي ان هو محتاج فعلا يكون معاها لايف كوتش او يكون معاها حد مستشار اعلامي يكون الامور اسهل في التصادم بقى اللي انت قلت عليه في الاعلام هو قبل السؤال ده هو هل كابتن حسام حسن مقتنع بالتكنولوجيا الحديثة وتحليل الاداء والارقام والفيديوهات في الجامل الفني في الاساس ده اصلا بقى قبل بقى من روح للايف كوتش يعني قبل لايف كوتش نتكلم في صميم الشغلانة بقى لا انا بقول لك هو مش مقتنع اقتنع تام بالجزء ده هو اخده من الجهاز القديم فانا مكمل بي فهو ما عندوش قناعة تامة بجزء تحليل الاداء والارقام وتحليل المنافسين والجزء ده هو بيشتغل بدماغه فهو نفس الكلام اللي اي ممكن كان صابري بيقوله هو موجود مع ما تم يعني ارث كابتن جوهري مع التجربته مع الاردن اللي هو اصلا ما عندوش محترفين اساسا كانوا موجودين وبالتالي بحاول اطبق الكلام ده اللي هي اشتغلها برضو بارث كابتن جوهري بالظبط وهو قصة على فكرة برضو عشان انت سألت صابري بتقوله يا حسام واحسام ظالم ومظلوم انا شايف كده هو مظلوم لانوه في الاساس هو اصلا ما كانش الاختيار الاول للمنتخب كان هيرفيري نار اساسا ان الاختيار الاول وبعد كده لقوا ان هو هيبقى بيدرب المنتخب السيدات لفرنسا وبعد فاريس هيبقى موجود فقال له خلاص طب ما نشوف حد تاني مفيش حد يعني دولي فنجيب حد محلي طب نجيبه نجيب كابتن محمد يوسف لأ طب استنى طب كابتن محمد يوسف مؤقت لغاية لما كابتن لغاية ماريناري يكون موجود فهو اصلا يعني انت لما تيجي تبص الحاجة اللي تزعله الله بجد انت الوقت يبتعم بمفروض اصلا انت بجيب عربيت القطر وبتمشيها طيب الخط القطر ده راح فين مش مهم مش مهم اصلا خط فمهم يعني عربيت القطر تمشي فالعربية ماشية وبتجر فانت اتجاهها فين انت ما تعرفش العالم كله اغلب اللي تيجي تبتح مثلا سعودية عشرين تلاتين الكنغو العشرين تلاتين كوريا الجنوبية عشرين تلاتين الاردن عمان الامارات مش عايز اخلو لك في اوروبا انا بجيب لك في المكسيك كل الدول دي ارسامة لها خطط ده انا عايز اقول لك يعني اقول لك برضو حاجة انت بتجيب مدير فني مش عايز اخش في تفاصيلها دي لان دي ممكن نقص في حلقة لوحدها يا سير مدير فني ده مفروض تجيب مدير فني الاول شباب نشئين التلاتة ويعودوا مع بقى ومدير رياضي مدير رياضي المنتخب ومدير رياضي يقول لي يا جماعة احنا هنلعب تلاتة اربعة تلاتة الفترة اللي منتخب اول وشباب ونشئين وتنصيق مع اندية بتنصيق دي ممكن تبقى صعبة شوية بس انت في الاساس بتلعب مع دول فما تيجي تلعب مع دول وتبدأ بقى انت اللعيب الصغير يلعب تلاتة اربعة تلاتة من هو صغير مع المنتخب يطلع على طول يطلع يعني اظن في مسرة بالزبط هواية فنية بالاضافة لكده كمان عندك اتجاه احنا هدفنا يا جماعة احنا هدفنا ايه نوصل ايه في كاس عاملين ستا وعشرين لا احنا هدفنا نوصل ايه في كاس عاملين ست طيب بعد الفين ستة وعشرين طيب مين الي همسك المنتخب ما كان بعد الفين ستة وعشرين وبعد حسام حسن لا احنا لا увелич تحدي كورة الحسان ايه ايه اذا كمل وفيك انا بقولك مدير فني انا متوقع كدا برضه انا متوقع كدا برضه ا63 لي ك diesen اولمبي شكرا يا ميكالي اذا انت رح فين يا جدع تعال انت رحبه يا تسوẹنا كده طيب اتا ممكن تمسك منتخب اول بعد اللي عملته فا اسبانيا في ويجي يجي تعال انت هتلعب بقى المغرب بقى في التلاتة والربع وبعد ما تخلص تعالى طول هناخدك بقى منتخب اول مفكر فيك شلسة طبا ميكالي السلام عليكم ايه بعد كده قال لك الله طب هنعمل ايه الراجل برضو عقده الراجل كويس طب خلاص عدو بيه خلاص من قعده الراجل الاجنبي وعرفنا ومش هيتعبنا ويوجع الدماغنا طب ما نجيبه منتخب شعب ايه طب ما كابتن ور ياب مسك منتخب الشعب وتعب فيه طب ما كابتن ور ينسي المنتخب اللي تحت معيش ونبي شوية كده وانت برضو معنا دو خلي بقى لك ان الميكالي برضو خد له لفة برضو تدور على العروض برا يعني فنفيش خطة ولما ما لقاش رجع احنا بنسحة الصبح نشوفها عندنا النهاردة المتغل فيه طب نروح بقى الكلام فني يعني بعض النقاد الرياضيين يعني هنقول فيه نقاد الرياضيين في الفترة الحالية يعني تكلموا عن استبعاد بعض اللاعبين من القائمة بتاعة المنتخب استبعاد امام عشور فيه استبعاد عمر جابر فيه اسم زي سام مرسي تم طرحه يعني لماذا لا يفكر فيه حسام حسن فيه ازمة تقريبا مع عمر كمال شايف انت الاستبعاد الفني يعني نبدأ بمين فيه اللي صبري بقى رجل عنده انكار ذات مش طبيعي محبة محبة انا الناس بتحبيني والله انا عارف ان الموضوع دا مضايقك لا مش مضايقك انا حاجة بس انت في موضوع صبري افصل الكاميرا عمر لم الترك كاميرات علي شايف استبعاد امام عشور ازاي مبدأي بص يعني خلينا نتفق على حاجة او حاجة شي انا مؤمن بي ان المدير الفني من حقه يختار قائمة اللي هو عايز بلا املاقات تحقيق كويس يعني فانا لو موجود في المؤتمر الصحفي النهاردة عمري ما اسأله انت مخبتش فلان ليه واستبعدت علان ليه انما هسأله سؤال واضح حضرتك عندك نواقص في مراكز معينة انت ما عوضتهاش انت ازاي الطايمة بتاعتك دي داخل فيها باكرايت واحد اصلا ما بيلعبش كويس ومين بديله يعني احمد عيد ده اللي هو اصلا ما بيلعبش ما هو عندي ما اخد بالك هيقولك ما محمد شحاته لعب مع الزمالك ما هو ملعباش كويس اه ما هو يعني وبعدين انت مش جايبه على اساس ان هو باكرايت يعني لا ما هو عارش او مش مركزه يعني هو مش مركزه ولعب فيه الوقت قليل فاكيد انت يعني اكيد انت مش جايبه باكرايت كمانو يعني سامح هسن كتير دخل برضو بدون باكلافت يعني لا هو الصبر يا سودة يا سيمان هو في الاخر هو برضو انت برضو يعني مفوضي بقي فيه زكاء اكتر هو غالبا الصبر هلعب بثلاثة وره غالبا اغلب الظن هلعب بثلاثة اربعة اثلاثة ايه ده سؤال انا هسأله ايه انا مش هسأله انا مش هسأله انت اخد فاكر انت هو الرد بتاع الزمان لما عادي يقول له انا حر لما عادي يقول له انا في الكوميك بتاع الزمان لما الرجل عادي يسأله وقال له في الاخر انا حر لأ هو مفروض الرد انا حر بتاع الزمان هندي لا تتكلمت فيه انا حر بتاع الزمان بقيتش تنفع حر دلوقتي فانت ممكن ترد ان هلعب يا جماعة مش عايز تقول انت تلاثة اربعة تلتة عشان الخصم الجامد اللي هيلعبك يعني فمثلا بس اصدل انت في الاخر لو انت بتخفي التكتكس بتاعتك قولي يا عم انا والله عندي خطط فنية ممكن تسمح لي ان انا بقى بقيت واحد او خطط فنية تبقى موجودة تخليني بالتشكيل دلعب هو ده الرد او هو ده اللي المفروض يرد علي انا مش هنقشك انت مثلا خدت فضلت عمر كمال على عمر جابر رغم انه هو مستبعي سنت خدت السيئلة حيطة تانية سيئة من يعمالي شوية فيه ايه انت استبعدت اصلا فكرة انا مش بقول لك انت اسأل حسام حسن ايه انا بشوف بسألك انت كصابري رأيك ايه في استبعاد الاسماء دي انت رأيك انت ايه في الاستبعاد الاسماء دي هل هو محقق في استبعاد الاسماء دي فعلا زي امام عشور امر جابر سام مرسى امر كمال ولا كان ممكن لعب من اللعيبة دي ممكن يكون دعم لقيمة المتخب من وجهة نظرك انت كصابري مش من وجهة نظرك من وجهة نظري أنا فيما عادة إمام عشور كل اللعيبة اللي استبعدت دي كان مفروض تكون موجودة يعني عمر جابر بيقدم مستوى من أفضل مستوياته أنا ما بشوفش أنه عمر جابر يعني أحسن عيب الكون أو أحسن بكرية جيف مصر في العشرين سنة بس إصابة محمد هني بتأهله أنه يتصح كده؟ بالضبط أنا بشوفه مثلا البديل الثالث في المركز ده بس هو كان بيلعب أكليف هو لاعب بس ماتش السوبر الأفريقي بك أقصد يعني في الخمساشر سنة اللي فاتوا اللعب فيهم عمر جابر فأنا بشوف أنه عمر جابر العيبي اللي هو بيديك إيه ستين سبعين في المية في أحسن حالاته لكنه حل لأنه هو إيه أنت ممكن تستخدمه في أكتر من مركز فلما يبع عندك نقص في مركز فعمر جابر ممكن يكون داعم في الحتة دي ما بالك هو بيقدم مستوى ما وصلهوش أصلا من سنين ومعه عمر كمال اللي أنت عندك مشكلة شخصية معاه فما بتجيبوش رغم أنه هو حل متاح وكويس جدا وخد خبرات دولية فأنت إزاي بتستبعد الأسامي دي سام مورسي كابتن فرقته في الدورة الإنجليزي واحد بيقدم مستوى ممتاز ممتاز الحقيقة في الفترة اللي فاتت استبعاده أمر غريب جدا يقال أنه عشان ما بيتكلمش إنجليزي ولا ما بيتكلمش عربي فأسباب وهي الحقيقة يعني ما فيش منطق يعني ما فيش منطق لاستبعاد لعيب بقيمة سام مورسي اللاتي وبالمستوى اللي بيقدمه دلوقتي خالص فاللعيبة دي لازم تكون موجودة ممكن نتكلم شوية في قصة إمام نقول إنه هو مستوى تهز وقاله فترة ما بيقدمش مستوى كويس فالراجل شاف إن فيه بدايل تانية موجودة في نص الملعب بتقدم مستوى أفضل رغم إن إمام عنده حلول مش موجودة عند اللعيبة كتير بس يعني أنا بشوف إن الاستبعاد ده تحديدا اللي ممكن يؤخذ عليه ويرد احنا ممكن نقعد نتكلم فيه إنما بالنسبة لنا التلاتة التانيين استبعادهم غير منطقي وغير مبرر على الإطلاق يعني تماما صبري بس يا ماني هو قال نقطة مهمة جدا قال إنه عمر جابر يعني بيقدر يقدم 60-70% من مستوى مع المنتخب لكن 60-70% من واجبات المركز اللي بيتحط فيه يعني من واجباته عمر كمال مثلا ممكن حسن محسن يرد لك هو أصلا ما بلعبش بشكل أساسي مع النادي الأهلي فأنا هدوم عمر كمال ليه إمام عشور هو شايف إنه طبيعي جدا استبعاده إنت وجهة نظرك بقى في الأربع أسماء ولو في اسم أصلا من وجهة نظرك كان يستحق إنه ينضم المنتخب وما نضمش يبقى مين خليني برضو أقول لك حاجة في الحتة دي إنت الوقتي لو بتلعب باكرايت أحمد والسامة بيلعب باكرايت في النادي الأهلي وبيبدل مع صابري مراكزه وأنا مدير فني لمنتخب مصر أكبر مدير فني موجود وأنا راجل مسايس مش عايز أخسر الناس طبيعي جدا قبل ما أعلن القائمة تمام هون جاي صبري خلاص صبري يكون موجود معنا أم كلم أحمد أسامة أسامة إزايك عمل إيه أنا متابعك الفترة اللي فاتت أشد حيالك الفترة اللي جاي عشان أنت تبقى موجود وأنا مهتمن أنت تكون موجود معايا والقائمة الجاية أنت مش معايا بس اللي بعدها إن شاء الله تكون موجود تكون موجود معايا وبالتالي أنا بعد كده لما أجي أعلن أن صبري موجود أسامة مش هيبقى مدائي ومش هيزعلي طيب لما ألاقي أسامة بعد كده بقى منزل ستوري وعمل بقى وش بيتحك ولا أين كان هو بيعمل إيه ولا أين كان هل ده معناه أو منزل ملخصاته أو منزل ملخصاته وحاطت أموجي تقريبا جنبها فلما أنا بنزل بقى ملخصاتي وحطها يعني ده معناه إيه؟ إن أصلاً ما فيش تواصل تم بالزبط وبالتالي أنا بعد كده بخسر اللعيب فلما أشوف اللعيب بقى منزل ستوري أنت بتصخر مني طب أنا مش هاخدك وبالتالي ناحية الفنية بتجنب النحية الشخصية يعني ناحية الفنية في الاختيارات ده عمر جابر مثلا عمر جابر ما فيش أي منطق لاستبعاده عمر جابر هو الباكرايت اللي بعد محمد هاني في الدوري يقدر يلعب عمر جابر صانع بالنفس المركز ده هدف التعادل قدام الأهلي ويدر بعد كده زي ما يكون في وزراء كالات الترجيح أكتر أو أعلى مستوى لعمر جابر آخر ست سنين سبعة سنين بيلعب بقى كرايت وبيلعب بقى كليفت وبالمزل بلعب بقى كليفت بعد فتوح مش موجود طول ما فتوح موجود بيلعب بقى كرايت فما فيش منطق لاستبعاده عمر جابر طب هنا هقطعك في نقطة لأن تكلمت عنها فكرة أنه ما فيش تواصل فبينازل ستوري فمش يجيبه بعد كده لا فيش سياسة ثم التواصل تمام دونجا عمل نفس القصة قبل كده وبرضو نازل ستوري على ناستها لما تم استبعاده من المنتخب ودونجا دلوقتي موجود مع المنتخب مصري يبقى موضوع من الشخص طب أمر جابر خب بالك سوري أمر كمال استدعايا برضو قبل كده فتوح تصاب من معسكر وخده فهو ستيل هو ممكن ياخده برضو اللي هو على مضد على مضد ويمكن ياخده على مضد عشان الناس ما تقولش لكن أنا على قناعة عن كابتن حسام بس كل مديرين الفنيين بيحبوا يكراه في الكور كلهم بلا السناء كلهم بيحبوا أنا مقتفد بي كله بس في أي وقت معينة لا تستدعي العداء وانت مش على أرض صلبة لو أنا هجيب قصة حسام حسن في جملة لا تستدعي العداء طالما أنت لا تخاف على أرض صلبة عداء مع الإعلام عداء مع الصحفين عداء مع المحلين عداء مع الحال اتحاد القرآن الحال ممكن تقول لي ممكن تقول لي دلوقتي من هي الجهة الوحيدة اللي حسام حسن الواتي على وفاق معاهم عداء محمد صلاح يد والله الرجل الكبير اللي جاب حسام حسن اللي هو شكر والمارداء هو اللي قال والله يا مشان بس فما فيش وفاق حقيقة لكن فنيا برضو عشان بقى منصف برضو عمر جابر هو الاختيار الوحيد اللي ممكن يكون بالنسبة للعلامة لأن البكرية الأساسي مصاب اللي هو محمداني اللي هو محمداني لكن البقين كلهم هم اختيار تاني أو تالت فمش فرق كتير سواء كان سام مرسي امام عشور طبعا لازم يستبع على المنتخب مستبعات بقى لفترة كبيرة فأنا شايف لازم يكون من وجهة نظرك ايه اسباب ابتعد امام عشور على المستوية خاصة ما يمتلك امكانيات جبارة فسط الملع بص هقول يعني عارف انت هو أجر على الله هو أجرك على الله هو اللي يقول يا جماعة الاستبعاد يعني مستوى امام عشور القليل سبب جمهور النادي ليه بقى ليه هقولك ليه خد بس هقولك هقولك ليه هقولك بقى ليه يا عم هقولك ليه خد مني هقولك ليه انت دلوقتي بتفضل بتفضل ان انت تقول رأي يكيد الخصم اكتر بكتير ما تفضل تقول رأي يقوم اللعب بتاعك بمعنى امام عشور امام عشور انا لو انت خطت امام عشور او قلت ان امام عشور مش حلو جمهور الزمالك هيقول بص اهو قادي الامام معشور شفت لما جالكم مستوى قال لي ازاي بتلاقي اغلب الرأي العام ماشي فان امام معشور لا ده بيقادي لا ده كذا لا ده كذا امام نفسه امام نفسه مقتنع ان هو مستوى عنده احسن من كده بكتير يعني امام نفسه مقتنع ان مستوى احسن من كده بكتير وبالتالي وعلى فكر نفس ده ينطبق على كهرباء اوقات كتير تمام فهو بالتالي انا عارف ان ما ينفعش نغير في عقلية جماهير او اسلوب جماهير او او بس انا بقول لك لعيب الكورة الرأي العام بيكون له اوقاته بيغير من قناعاته انا متفق معك بس انا عايز اقول لك حكة للامانة للامانة جماهيري النادي الاهلي الفترة الاخيرة الفترة الاخيرة بتتكلم مع امام وبتوجه رسائل الامام بعد السوبر انا من قبل السوبر بس ممكن بعد السوبر بس على اقل زهرت يعني ظهرت ان انت مش ده وطول الوقت اللي هزيمتك خل بالك فيه لعيبة تانية كنا بنتعرض لبعض الهزائم مكادش بتوجه الرسالة دي لكن لما جاملنا لقالت تحس ان فيه حالة عامة الناس بدأت تتكلم عن امام عشور ومبايتش خايفة من احتفالات جمهورنا لزمالك زي ما انت بقى بطول امام من وجهة نظري هنا هيقدم موسم متميز انا معاك وانا عارف عقلية امام وعارف ان امام من اللعيبة اللي دايما عين دول احسن انا مرة توصلت معاه في مطشو وانا شايف ان انا ولسه عندي احسن هو نفسه عارف ان عنده احسن بس بقولك الرأي العام اجمالي والرأي العام بيؤثر في المنتخبات والقاندية بشكل وباخر اصوش هميدي بقى جزء من حياتنا بيؤثر عشان كده تانية هقفل لك بس الحتة ان في الاخر عشان بس عشان يقولك عشان بس حتة الجمهور احنا بدناك العيش اللي انا قصده في الاخر ان هو دوقتي انت لو انت حكمت على اللعب مستوى الحقيقي تمام بطريقة ما هتخلي اللعب دايما عايز ادي اكتر وتخلي الرأي العام رأي عام موضوع عن اللعب وبالتالي اللي قلل شوية من مستوى امام كان الاوقات المبالغات الزائدة خلينا نقولها كده مبالغات الزائدة من من اغلبية الجماهير في مستوى امام لا امام ما قدمش امام ما قدمش من بعد ما تشترج امام ما قدمش من روجة نظري نص مستوى اللي كان بيقديمه مع نادي الزمالك امام كانشايل هقولك امام كانشايل لا في مراحل الامام ما انا هقولك المراحل ازاي واسبابها امام في البداية فعلا تم تدليله بشكل طبيعي جدا لعب جايه وكان نجبي في نادي الزمالك فالجامير دللت عمل حاجة كده وانا لما طلعت اقولتها الناس ما تقبلتش ده ولكن الحاجة دي واخسارتنا السوبر الافريكي خلت ناس كتير وتبدأ نقاب واعلام وبعض الناس اللي بتسمع نفسها اكبر هالجلس مش عارف ايه ينتقدوا امام بشكل واضح عجبني في امام هنا ان هو هنا حط نفسه بقى ايه انا في التحدي ده لا ده انا هزبط لكم ان انا امام امام كان نقطة تحول في الموسم مع نادي الآلي لانا بشوف مباراة التحاجات ده هي نقطة تحول في مشوار نادي الآلي طب انا اقول لك حاجة انا انا شايف ان امام احسن لعيب في الدوري مسلم اللي فات احسن من اسامة ما انا بقول بس ما قدمش ما قدمش نصة وترتربع مستوى اللي كما يدوم مع الزمالك فهم قصدي؟ هو بعد ماتش الترجل اللي بدأ يستشعر ان هو حقق كل شيء خد دوري ابطال افريقيا كانت شايل الزمالك يا اسامة حرفياً واحد انا بس احسن اتكلم في نقطة ايه ان الجمهور هو اللي افسد امامه يعني عشان دي نا مش حيه طبعا بص بس انا بدي اصدقى حيه ولا مش عشان عشان ما نمندش لا انا بشوف ان المشكلة دايما لا ببنبنك لعيش انا بشوف ان المشكلة دايما عند اللاعب اه يعني انت اللي بتدي ودنك للجمهور زي ده عن اللزوم الله ده كلام مهم بس هو بخبرك ان جمهور هو بنو كتير برده لا انا بخالي رجل الكلب بقى بقى جمهورية كبيرة من نادي الزمالك فالجمهور ماشي بيدي له حتة زيادة ده اسمه احمد يماني وده اسمه صبري سرارك والجمهور بيدي له حتة زيادة فالجمهور بيدي له حتة زيادة عشان هو جاي من المنافس والغريم التقليدي دي نقطة النقطة التانية بقى عليك انت انت ليه تدي ودنك للجمهور بزيادة فتصدق كل كلمة بتتقالي صح تصدق الإشادات المبالغ فيها وبرضو ممكن تصدق اللي هيصدق ده اللي هيصدق الإشادة المبالغ فيها برضو هيصدق النقد المبالغ فيه او الهجوم المبالغ فيه يعني هو بص انا قناعتي كده الصح ان انت تكون قافل ودنك انت عارف ايه المكلوب منك مهول بنيادا بيتعلم انت جدت لك صبري انت رجل محترم وانا وصوتنا انا تلعى مطالبا معك ده كده كده لقيت ناس بتغير بعد كده شوية لقيت واحد جاي من برا اقول لك يا صبري والله اقدر ان انت راجل محترم كذا كذا مرة ومرة غلطت من غير ما تقول صد ولاقيت الناس برضو عمان تقولك انت راجل محترم انت برضو هتتأثر شوية انا كده كده مسدق اصلا بجد انا كده كده مسدق انا عارف انا انا كويس هو عارف دي برضو يا صبري هقولك ليه لما انتقده الراجل ده سعى نفسه جامد وحس انه تحت الضغط لما اتقال انه محترم بطولات انا بشوف انه عمل كاس عامل اندية والسوبر مصري اعظم ما يكون اصلا يكون الدافع ده من جواه هو هو مش بستني حد يقولك يعني انا بستنيش حد يقولي انت كويس انك تدي ودنك تسلم ودنك للجمهور تماما وتبقى المشكلة في قصة امام دي انه هو ايه قرر انه هو يكون لاعب جماهيري فعلاقته بالجماهير تبقى حلوة فانا نزل استوريهات وانا بغني اغاني فانا بعد الماتش اجري واهتف معاه واروح للجمهور وابقى كبه الحاجات دي هتعيشك بعض الوقت مش طول الوقت صح اللي هيعايشك طول الوقت هو أداءك في الملعب وانت بازم تركز طبعا طبعا تديله دوافع اخد بس مني انا جاي من الزمالك انا جاي من الزمالك وعايز انا جاي من الزمالك وعايز برضو اخد الدنيا انت انا عايز اقولك اول امامنا منزل الملعب تحسو مخدود طبي اولما نزل كده اللي هو أنا الفجأة كنت في نادي وبعيد في نادي التاني ناحية التانية وكهربا صراحة عمل دور إيجابي جدا في الجزء ده لازم برضو الواحد يقول الجزء اللي له في كهربا يعني وبالتالي هو بياخد القوة الجمهورية من دي بس لما بتزيد عن حده ده لكتبتكلم فيه زي ما جمهور الأهلي وما تمنتشش دي زي ما جمهور الأهلي كان السبب إن إمام يعمل تلتة أربع موسم قوي جدا ومن وجهة نظر كان من أحسن لعبت الموسم زي ما في نفس الوقت لما الطبطبة الزيادة أو الحرس الزيادة في الانتقادات خاف منها فما بقاش شايف شوية شوية إنه هو مستوى أنا ما زلت عند قناعاتي الرجل يعني جاء من نادي أنا آسف يعني الاحتفالات ببطولة بتبقى مبلغ فيها لقى نفسه بيحقق خمس إنجازات بيحقق أربع بطولات وبيحقق برنزيكا سامقا دية كان دورة أفريقيا هو نفسه كان بيقول العبت النادي اللي قال لي إيه ده خلاص أنت خلصوا عنده بعض التشبع الحقيقة أعتقد أن خسارة الصبر الأفريقري وتحديدا تعامله النفسي بعد المباراة وهو نفسه استشعر أن لأ أنا ما تحطش في المواقف اللي زي ده لدرجة فيه مشهد آه ممكن يكون مشروح رياضية اللي هو عواد جاي بيواسي لعيب تنادي اللي قال لي وقعا رافض لعب من الزمينة كيه يواسي لعيب تنادي اللي قال لي فأنا بقول لك إن شاء الله بإذن الله ربنا إمام هيقدم مسلم متميز سواء بقى اللعيبة طيب عندنا بقى عمر مرموش وتقلق عمر مرموش عن مستوى العالمي لأن الحقيقة عمر مرموش في الدوريات الخامسة الكبرى هو الأكثر مساهمة هدفية 12 هدف مع ريفاندوفيسكي في الدورة الأسباني هو مسجل 8 أهداف بيسجل 2 في بايرن بيسجل هدف قاتل الحقيقة كلام كتير عن الدورة الإنجليزية وعلى المقابل منعم بطموحات طلع استشعر إحباط تصريح مدير فني بيقول المهاجمين اللي هنا غير المهاجمين اللي كان بيتعامل معهم في قارة أفريقيا خد عمر مرموش يبدأ به بعد كده الراجل ده يكمل على عمر مرموش ويبدأ بمنعم ويرجع لك شفت فيل جدا حلو حلو الوحدة دي صح فضل فاند طبعا بس أبوس إيدك كلها أولا كده نرفع القطبعة الكيروش اللي لو لاها كان عمر مرموش ده يمكن لحد النهاردة ما دخلش منطقة ليه عمها يعني مش مدبولي قد ومئة مرة مستضبط عشان مدبولي قد ومئة مرة أنا بشوف أن عمر مرموش فالبالك الإسمين الإسمين مرتبطين بكاروس كيروش عمر مرموش ومنعم محمد عبد المنان صحيح عمر مرموش هو قصة مش معتادة قوي عندنا في الكرة المصرية في الدراما بتاعة الكرة عموما يعني فيمكن ما خدش السوكسي اللي هو خده مثلا صلاح في بدايته يعني مرموش بقاله أربع خمس سنين بره صلاح من يوم ما طلع وهو السبوت كله عليه ليه؟ لأنه القروي اللي جاي من بلد من أسرة فقيرة وقصة معتادة في لعيبة الكرة وبيحقق حلمه وراح أوروبا وبيينجح وقصة الصعود اللي هي تبعناها من البداية تبعناها من البداية واللي بنحبها اللي هو الشخص اللي بييجي من تحت قوي ويطلع لحد القيمة وخاصة اللي در عليه حوارات أهلي وزمالك ومشاهد من البداية وممضوع عباسد ده تصريح كده فبقى عايش تتكير مع كل نجاح يثبت من أول يوم ودعم إعلامي وجماهيري غير طبيعي من أول يوم من أول محط رجله في بازل على عكس مرموش اللي هو برضو طلع في سنه صغير وكان موجود في أوروبا لكنه وطلع أصلا معه لغة ومش عارف إيه لكن تشوف فقى مرموش لما راح هناك المعاناة اللي هو عنها هناك وانه كل ما يشم انه هو يعني تلعب ثلاث سنين رديف ترايح عارف ان انت تلعب رديف وتستحمل ان انت تلعب ثلاث سنين ويدوبك هتتصعد لقت نفسك تلعب عارة تروح تلعب ست شهر درجة تانية فتثبت نفسك فيهم فترجع النادي وتقول أنا خلاص موجود لا نادي بيبيعك ملكش أكل عيش معنا معلم فتروح نادي تاني فتنفجر فنشوف الواحد أهم مهاجم في أوروبا دلوقتي فهي برضو قصة الحقيقة عظيمة ان العيب راح اشتغل على نفسه وراح ألمانيا دي هو ما يعرفش لغة هو ما بتكلمش ألماني دلوقتي بقى بتكلم ألماني كويس جدا موجود بينجح بيتطور بشكل غير طبيعي مش مدي ودنه لحد ما زعلش وتقمص حتى لو حس الانبياد والنكابتن شوقي غريب استبعده كمل ما تكلمش بتلعش عمل معاشف المظلمية وكمل لحد أما جي واحد بيفهم زي كارلوس جروش شايفه تعال معلم انت حكايتك تعال بقى وريني وقدمه للمنتخب ومن أول مباراة أثبت وجوده رغم أنه كان بيلعب جناح هو بيشارك كجناح كتير لكن هو انفجر لما لعب مهاجم فتطور جدا جدا لأن ده أكتر حاجة مناسبة لإمكانياته أعرف أنه زمان مدربين وهو في ودي دجلة وكان معه عدد من اللعيبة اللي هما أسميهم معروفة دلوقتي في الدوري وما كانش هو الأحرف يعني أو الأمهر طبعا عندنا بتروح على دايما اللي هو إيه بيقلب في اللعيبة وهو ماشي اللي عارفوا أن المدرب بتاعه لما تقال له انت عندك أربع خمس لعيبة كويسين فلان وفلان وفلان ومرموش قال لهم لو حد نجح ووصل لحاجة في الكرة من دول كلهم هيبقى مرموش لأن شخصيته كبيرة وعقليته كبيرة فهو يعني مرموش حالة المفروض للحقيقة أن هي طلقة اهتمام وطلقة دعم من الجمهور ومن الإعلام أكتر من كده بكتير احنا عندنا دلوقتي واحد في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي من أهم المهاجمين في العالم أو من أهم اللعيبة في العالم وجوده في منتخب مصر حيصطدم ببعض الحاجات خلينا نتكلم بشكل واضح لأن احنا العقلية بتاعتنا برضو أن المهاجم لوسطة المعين يعني حافظينه التارجت اللي بيعرف استلمت على الضغط القوة بدنيا اللي بيعرف بماغه مش عارف ايه ما بنشوف يعني ما بنستوعبوش قوي والمدربين عن الحياة عندنا ما بيستوعبوش قوي فتلاقي دايما هيروح أنه يحطوا جناح فيحطوا في اخناقة مع تريزي جي في الحتة دي ويفضل مصطفى محمد موجود ومصطفى الحقيقة حظه سيء أن المدرب القديم رجع له تاني فهو ما بيشاركش بشكل كويس في الموسم ده بيلعب ده قليلا قوي فما سجلش غير هدف واحد فبرضو مشاركاته قليلا وما هواش في فرميته المكتملة قال حسام حسن بقى هيقعد مصطفى محمد ويلعب مرموش اللي هو أهم مهاجم في العالم في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي في مركزه الطبيعي ولا برضو هنلاقي مرموش داخل خناقة مع تريزي جيمين اللي هيلع فيهم أساسي كجناح شمال وهنلاقي مصطفى محمد مهاجم ربما حسام حسن يميل الستايل بتاعه كمهاجم لكن خلينا اخد نقطة مهمة جدا والراجل الأول لما تكلم ده أنا عارف طبعا انت برضو من عشاق كارلوس كيروش انت ونجيب والشلة دي هل نقطة او استدعاء عمر مرموش لمنتخب مصر كانت نقطة تحول في مصار عمر مرموش ولا كانت النقطة تحول دي على أساس معرفة جميل كورتكار المصر هو فقط بي لا أنا شايف ما لهاش علاقة خالص زي ما كنا كان صابري بيتكلم هو عمر مرموش من وجهة نظري هو اتظلم لانه طالع في الوقت ده ليه انت دلوقتي صلاح قدامك صلاح قدامك في قمة الجبل اي حد عايبقى تحتيه او بيعمل زيه او كذا مش هياخد نفس شغفك احنا الشغف بتاعنا احنا مكونش شافين حد فجأة حد جيه بقى في الطب فخلاص خد عينك وخد احساس ان انت عمرك ما حسيته ان الناس كلها بتتكلم مو صلاح مو صلاح ترأي حتى في اي حتى في العالم يلوك صلاح مهما حد يعمل كده هيفضل اللقطة الاولانية يقولك زي زي زمان يقولك هي الحب الاول اه هي بالزبط كده انت اول مرة تحب لعيب كرة محترف في اوروبا يحسسك ده كان صلاح مهما حد هيعمل كجمهور جمهرية مش هياخد نفس الجزء بالاضافة لجزء اللي تكلم فيه صبر لان والد عمر مرموش اصلا كان معنا في الشركة اللي انا بشتغل فيها يعني فانا عارف حتى المستوى العائلية ومستوى العائلية اللي مرموش لأ حاجة يعني عقلية ومختلفة نقطة مركزه سيناقف عند النقطة دي هو ممكن يكون من ناحية الجمهورية الحب الاولي وصلاحه والكلام الجميل ده كله لكن هي عند اللعيبة ممكن يكون صراح ده الايقونة اللي انا هفضل اسعى ان انا طول الوقت اوصل لمستوى فممكن يكون ده دافع عند عمر مرموش نفسه اه طبعا انا بتكلم من جزء الجمهورية انت مش هتلاقي الاهتمام الاعلامي قوي بمرموش وضمت منوجة نظري منطقي منطقي انت فجأة شفت وحاجة انت عمرك ما شفتها فخلاص جريت وراها بعد كده لما تيجي تجريها تاني عام زى اي مكان تروح واول مكان ياه بتحب قدما اول مرة تروح بعد كده خلاص قبط مبسط بس من زى اول مرة روح طيق جزء بقى الفني للمرموش ان ممكن يكون متطفق بقى في جزء او مختلف مع صبري في حتة تحب انت الاخترافات اول اه مختلف مع صبري في جزء ان عمر مرموش دايما مع الفرق اللي بتكون اندردوج يعني الفرق اللي بتكون تحت الكورة وبيلعب عن مرتداته وسرعيته مع منتخب مصر اوقات مش هتلاقي ده الا في الفرق قدام الفرق الكبيرة يعني ممكن مثلا قدام فرق موريتانيا والكنغو والرأس الاخضر وجزر القمر وحاجات اللي تكون لها ممكن نلعب بمصطفى محمد لان الفرق قدامي بتدافع فحد يستلمه طارجة مانو وياخده الكورة ويوزع لي مين وشمال وكلام ده كله قلعب بمصطفى وهحط مرموش لكن الفرق الكبير انا ممكن نلعب لعبت الجزائر لعبت غانا لعبت المغرب لعبت مش هقول غانا يعني لعبت كودفور لعبت نيجيريا حتى يبقى تحت الكورة خلاص هاتلي بقى مرموش لعبه مهاجم وساعتها مرموش يستغل سرعته مرموش الاختبار اللي يأكد لك مرموش كمهاجم ينفع ولا لأ هو قدام فرق أو يلعب في فرق تكون فرق قدامها بالدفع ودي شوية ما بتلاقيهاش قوي في الدول الألمانية لسه شوية ممكن لما فرانكفورت يقرب فرانكفورت ماشي كويس لو مثلا ماشي ثالث وبدأ يلعب بقى فرق مثلا بتصرعوا الهبوط حتى الدنبير أصلا أهدافه والأسيست اللي عمله من تحول من دلحل كل الجوان اللي جوان أغلبها مرتدية وبالتالي ومش هدر فدي نقطة شوية بتقلل منه هاجم شوية يعني مثلا هجويره بس هدر مرموش اللي أنا شفته مش شافه هدر وبالتالي أقول إنه مرموش بيقدمه سم ممتاز مرموش لو كمل على كده هيروح دولة إنجليزية مستراحة وأعتقد هو ممكن يكون يكمل في ألمانيا شوية لأنه تعلم ألماني فدي ممكن تساعده شوية وبالتالي كمل بيتكلم إنجليش فبالتالي بيتكلم إنجليش وبالتالي وبالتالي على مستوى اللغة هو مرتاح هو حاس إنه من ضمن الدولة يقول لك أن أنا مش معاه قوي الكود دي بس برضو دائما بتتقال أنت لما تروح دولة أجنبية تأمن شرهم بتعلم لغتهم وبالتالي تبقى أنت عارف اللي بيدور حواليك متحسش أنت نسبة تكلم حواليك وأنت مش عارف فقدر أقول لهم مرموش لأ بيقدم مستوى كويس جدا هرد بقى حتى لو ندف السؤال إن سواء كان بقى فينه قدر يضيين بينتقدوا أو 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 تاني هقول برضو فيه كتاب وراء ما عرش يظهر ولا أكتاب سيكولوجية الجماهير موجود وردك شفت طيب سابريش الجماهير بتتكلم على إن الجمهور له سيكولوجيته زي ما صابري قال أنت ممكن ما تقرش تغير فيه بس نفسي ييجي الوقت اللي يجي العلام في مصر إن الجمهور يعرف دايما يسمع مين وما يسمعش مين ويعرف دايما مين اللي كلامه هيبقى كلام كلام فني يتقال فعلا في محله وكلام بمناسبة سيكولوجية الجماهير اللي أرى الكتاب ده لا يمكن يغير من ثقافة الجماهير لأن الكتاب ده أصلا فخ كبير جدا لأن الكتاب بيقولك لازم تتكلم بلغة الجماهير بس ما تكونش منهم حسسهم إن انت منهم عشان كيرا بقولك نفسي فدي مشكلة يعني يمكن مع السوشيال ميديا لأن الكتاب ده مكتوب من فترة كبيرة يمكن مع السوشيال ميديا مع الوقت شوية يبقى فيه دايما للناس تعرف مين اللي بي على فكرة عادي ممكن يكون من الكلام وبنهوزر أعرف أسمع لفلان وبعرف أنه بيهوزر وبيضحك وبتعب ونخدش كلامه ما أحمل الجد عادي تكشو لا بس احنا دورنا احنا دورنا مش بناخل عيش يا عمال أقمن تكونت من شوية تكون عيش من شوية ده عندي جميل ما دورنا ذلك ما بناخلش بالنسبة لمنعم بقى طيب منعم سريعا منعم طبعا احنا شفنا فرق منعم نزل ده كان مصرش بنقى وفرق صراحة 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 يعني وطبعا فرق جبير جدا ما بين الكرة في أوروبا لازم منصفين ما بين الكرة في أوروبا وكرة في مصر وكرة في أفريقيا وهو أكيد أنا مقتحن أنهو تخض يعني ده اللي هو يجب عنه اللي هو باسمه نحمن رحيم رجل الجميل رحيم أكيد أكيد تخض أنا مقتحن أنهو تخض بس أنا عندي ثقاف منعم أنهو لازم يبقى عنده رزيلينس ورزيستنس أنا أعتمد نفسي أنهو يكمل كنت شفت له لما كانت مروى عبد الملك بتترجم أنهو بيتحاول يتعلم فرنش ده هيفة اللي معاه كويس جدا عقلية منعم مختلفة فأنا يعني أتمنى وأتوقع أنهو ما يعملش بقى زي مثلا رمضان أو إمام عشور أنهو ما قدرش يكمل ورجع أتمنى أنه يكمل ولو ما قدرش أنه يبقى في نيس موسم من الموسم ده وهيطلع أعارة ست شهور مثلا في نير لفريق أقل أو كده أنا شايف عادي جدا عادي جدا نيس من فرق دلوقتي نص الأولاني لو هيروح لنص التحالي تاني شوية ويبدأ أنه يلعب ويبقى موجود أنا شايف أنه يفضل في الدورة الفرنسية عشان يقدر بعد كده لو رجع مش هيروح تاني حاجة كبيرة يعني لو منعم رجع من فرنسا مش هيروح تاني في حتة من التوب فايف خلاص تاني وانت رأيه كين أنا رأي أنه اللي بيمر بيده أمر طبيعي جدا يعني الصدمة الحضرية اللي هو أخذ هديم لما راح ده أمر طبيعي جدا لعيب بيلعب في الدورة المصري طبيعي لما يروح الدورة الفرنسي مرة واحدة واحد من الدوريات الخمسة الكوبرة يعاني بالضبط ده أمر منطقي وطبيعي جدا فكرة بقى استجابته هو الموضوع ده تبقى عاملة ازاي أنا برضو وثق في عقليته الحقيقة هو تحديات منعم عشان دي معلومة مؤكدا منعم لما جاله عارض من الدول الخليج ومن السعودية وكان بملايج مليئة كبيرة جدا روافت تماما هو فكرة شايف نفسه إن أنا ترجيتي الطفايف فهو هيقاتل على فكرة إنه هو البقاء أو الاستمرار صحيح هو أهم حاجة إنه هو يبقى عنده الدفع ده وعنده فكرة التواضع شوية زي ما يماني يتكلم في حيث إن انت لو ما فيش فرصة في بقية الموسم ده إن انت عدد دقيق يبقى قليل وهتروح في رقاء أقل شوية في نفس الدول يروح معلم ولحب يعني معنش أزود حاجة صبري إنه كان جمهور ألي ينتقده في مصر بينتقدول إيه إنه بيتعالى شوية عن الكورة وهو هناك كويس دي إنها خضته تكسر بالزبط ده أنا كنت فاكر إن أنا راجل سريع حتى حتى فاكر إبراهيم سعيد لما راح إفرتون وإحنا كنا يعني إبراهيم سعيد ده طيارة بالنسبة لفاسة يعني كنت وقتها قريد تصريح المدير بتاعه بتكلم عن إن إبراهيم سعيد سرعته معقولة إيه معلم؟ اللي هو أصلاح لعب عندنا أساس فالموضوع مختلف خالص هناك يعني الفروق كبيرة أول تفتكر تصريح المدير الفني إن منعم كان بلعب مهاجمين أقل من الإمكانيات ممكن يفرق معنوايا مع منعم؟ لو هو خده بالمحمل الصحيح هو دوري مش قليل على فكرة إحنا الكرة عندنا مش أضعف يعني مش زي مثلا الناس بتحاول تقلم المنتج بتاعنا بشكل صعب إنما هناك الكرة أسرع فعامل السرعة بالتحديد هو اللي فيه الرتم هناك أسرع بكتير يعني أسرع بكتير الفكرة بأنه هو يوقف على الكرة هنا ويبدأ يبص وممكن يرقص مهاجم وشرف إيه اللي كان بيعمله هنا ده هيبقى صعب يعمله هناك إلا لما يوصل بدنيا وعلى مستوى التصارع وبتاع إنه هو يكون قادر إنه هو يعمل ده لما يوصل للكواليتي ده بدنيا وعلى مستوى السرعات أه ممكن يعمله تاني يعني ساعتها هيبقى عنده القدرة إنما هو دلوقتي ما عندوش إنما طالما هو حطت في باله وإنه هو يقدر يعمل ده وحيركز فيه وحيشتغل عليه هيعمله إنه هو إن كانياته كبيرة بزبط وإحنا بنتكلم أنا هو صبري وإنت بره كده أوتو في كدر الرجل بيتكلم عن نقطة مهم يقول عندنا قرى مصرية الناس بتحاول تقلل منه وعندنا قرى كويسة تفقت معاه مع الجزء ده على مستوى ما يقدم على أرض الملعب مقارنة بيعني أقررنا مع كامل احترمنا وتقديرنا لشمال أفريقيا يعني ولكن على مستوى المسؤولين بنلاقي فعلا القرى المصرية بتصدر صورة صعبة جدا صح يعني هل ممكن منعم يواجه مشكلة إن هو خارج من النادي الأهلي وليس أكبر قلع رياضيها في مصر بص أنا بكتب حاجة وانت بتتكلم كده هم تسكي الورقة دي وحطها اشتك كده أحسن محالل في مصر الله عليه الله عليه الله عليه بص بعد ثانيا هقول لك هقول لك حاجة هقول لك حاجة في الحتة دي يعني بنسبة لي كتتحسيم هقول لك حاجة في الحتة دي حاول نجيب ما توصلوش للديقة دي في المحلقة ما تفرجوش على دي اشمعنا اشمعنا انت بعد الهاشتاك ولا أنت كنت تقصد نجيب انا دوقتي او قلت انا احسن محالل في مصر هتجي تقول لي طيب احسن محالل في مصر دي حاجة ملموسة ولا حاجة الناس اختلف عليها هسألك صلبة دي هل انت بتقدم دماغ قرى احمد وسمع لا مش بقدم فنجيب بالتالي بنا نجيب احسن محالل في مصر اي حاجة مش ملموسة فتختلف عليها القراء الا اذا عملنا تصويت معتمد وقلنا يا جماعة مين احسن محالل في مصر وانا جيت كسبته حلو كده طيب نفس الكلام دلوقتي انا ما اجا اقول ان انا نادي الوطنية والكرامة عادي لان ممكن يبقى غيرك نادي الوطنية والكرامة برد احط ازاي الاهلي كانت مبادئ تطوير وحاجة كلمة تانية تاريخ مبادئ عادي جدا ممكن غير يحطها يا عم دي حاجة حلوة ايه انا لو ناسي هتيل له مشكلة تاريخ مبادئ تطوير فممكن صبر يقول تاريخ مبادئ تطوير مش هيجي تاني كلنا نحط نفس الحاجة بس لما اجا حط بقى انا اكبر قال عاري دي في مصر لا دي خطوة تامن ليه بقى هديك شوية تصنيف انا ما جيت كده براح اسرح كده مع نفسي اقول انا وهقول ان انا النادي اهلي ده اكبر قال عاردي في مصر عزيك الاهلي ما عملهاش طيب هل انت عندك اكبر عارض من اللعيبة لا كزمالك كزمالك ما عندكش طيب هل انت اكبر عارض بطولات في كل الالعاب لا طيب هل انت الاشتراك بتاعك اغلى نادي في الاشتراك لا طيب هل انت المساحة الارض بتاعتك كنادي وكعدد فروع اكبر نادي في المساحة ولا الفروع لا طيب هل انت تاريخ تأسيسك ادم نادي في مصر لا لا برضو طيب هل انت الوقت اللي انت مثلا عملت فيه كمنشآت فانت اكبر نادي عمل منشآت اكبر نادي عنده حائرات حمامات سباحة لا طيب ايه كريتيريا ايه كريتيريا اكتب نادي حتى عندك عدد لحظة انا بقى اقول لك برضو التصريح ده جيه في وقت انت نسيت واحدة ان انا قلتها انت اصلا ده اللي انا قلته اساسا يعني على شاشة المحور انا قلت نقطة كمان هل انت اكتر نادي عندك صنوعة باطل اوليمبي لا فانت بتقول لنا سرحت امبارح اللي انت سرحت فيه امبارح ده انا اقيله من 20 نا يا عمو السامحنا من تعلم منك الله الله شرط بقى احنا من تعلم منك كده ايجي تاني طيب ده هو ما بينه وبالنفسه اعتقد انه شايف انه هو مخطئ فده لانه هو بين التوسم مكان مخطئ مكانش بقى هاشتنع هاقول لك هاقول لك اللي حصل لبعد لما ده حصل تمام ولقى الناس خلاص بقت دريجة فالناس والناس شايفاها فبدأ الجمهور الزمالك ياخدها وجمهور الزمالك حاططتها وجمهور الزمالك كلها اكبر كذا فنفس الكلام نادي القرن الحقيقي نادي القرن الحقيقي انت ليك جهة اثبتت ده انت بتعمل حاجة مع نفسك كأنك بتجيب كاس وتفرح بيه لوحدك يعني كأنك بتعمل بطولة انا النهار دلوقتي هنالعب طولة هنالعب شطرنج انا وصبري فلعبنا فقالقيت وصامي بيقول لي يماني المبالك بيش هنك هو متبسيط صبري كسبه الجيم وانا سرحته يا عم خلاص انا كسبته وخش قط ستيتس على فيسبوك احسن لعب شطرنج في مصر تمام وانا خلاص انا مقتنع بالكلام ده والخش في دي بيتس دي دي بيتس دي فعلا ولا عظيم بتقلل من صناعة الكرة في مصر وبتقلل من شكلنا بجد والله انا بزعل يعني بغض النظر عن الانتماء لما انت بتبقى هلاوي تقول ايه عم اللي بيحصل ده بس انا بزعل لما تشوف حاجة زي كده لما تلاقي هاش تجد حط على القناة فوق انت انت الوقت والله بجد انا لو جد دخلت انت كتبت احسن محال في مصر الناس هتقول علي ايه هتبقى توصل رسالة لنجيب فاجمالا انا شايف الموضوع غير موفق تماما بخلنا في قصة هزلية بس الحلو بقى في الاخر اللي اختم بي ان الناس خلتها كوميديا شوية وتلاقي الناس يقول لك انا احسن كازا في مصر وانا احسن كازا في مصر وقاستون فيلا فانا هكتب بعد ما خلص الحلقة دي انا هكتب احسن ضفترة مع احمد وسلم بس خلاص يعني راجل كده نشوف بقى قصة مع نجيب ويدخل الصراعة مع نجيب لو انت مستسلم منه النجيب بص انا هاخد بس نقطة مهمة هو قالها وهشوفك متفق ولا هو بيقول ان ده بيقلل من صناعة كرة القدم المصرية قال ان ده بيقلل من قيمة كرة القدم المصرية بس انا عايز اضيف بس نقطة مهمة جدا ده بيزود من شعبية رئيس نادي الزمالك عند الجمهير عند الجمهير الزمالك ده امره منطقي تمام يعني كل ما نستخدم شعار مشابه في الفترات السابقة كان قادر يحتوي جمهور الزمالك اللي هو انا زيبا هو بالضبط وقت اللي هو 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 وقت الشدة هو الكتالوج واحد يعني احنا الآن اكبر قلعة يعني بعض الناس كانت بتأمل تشوف حاجة مختلفة هذا القرن الحقيقي متلسف انه الهندسة يعني كل الاشعارات اللي هي تم استخدامها والترويج ليها وهي مش اصلية يعني مش اصلية ومش حقيقية كانت بترضي وتشبع حاجات معينة عند جمهور الزمالك فالجمهور بيروح وراها حتى لو كتير منهم مش مصدقين الموضوع يعني وانا شفت كتير ايوه في اللي هامل اللي فاتت خصوصا المرة دي في بتاعة اكبر قلعة رياضية ان الزمالكوية كتير الحقيقة بيتحق يعني ولعيبة من الزمالك او صحفيين من المنتمين للنادي الزمالك وبتاع بدأوا يكتبوا في اللي هامل فاتتوا تكلموا عنه اللي بيحصل ده هزهارة جماعة يعني لا ده مش حقيق انا عشان وقت الحلقة يعني هيبقى ان شاء الله لدينا حلقة اما قبل السوبر اما بقى بين الدور القبل النهائي والنهائي لكن انا عايز اقول رأيي يعني ربما يكون صادم شابوه كابتن حسين لبيب اللي انت بتعمله ده زي اللي عمله مرتضى منصور زي اللي عمله اي رئيس عاوز يدغدغ مشاعر جمهير نادي الزمالك ويبقى في الصورة والحقيقة احنا جزء كبير جدا منتمين للنادي الزمالك ساعدنا على ده لان انا بشوف ان ارتباط اسم نادي الزمالك انه منافس للنادي الزمالك هو اعلى قيمة سوقية يقدر يحصل عليها نادي الزمالك في ظل المستوى الاداري والفني الذي يقدمه نادي الزمالك مؤخرا نادي الزمالك بعيد عن التنافس الحقيقي بغض النظر عن فوزه بالكنفترولية بغض النظر عن فوزه بوروه بركلات تراجيح لكن واضح ان برمضة فنيا اعلى فرئيس نادي الزمالك كان قابل السوبر الافريقي انتقادات كتير جدا عدم ثقة يعني من جمهير نادي الزمالك بالنسبة كبيرة في رئيس نادي الزمالك خدوا السوبر الافريقي طلع قد التصريح ده جمهير نادي الزمالك استقبلته وإعلام نادي الزمالك استقبله وبدأ يرد عليه فبقت القصة ايه نلعب على النقطة دي فما جابتش معاهم فهم مش عاوزين يوصلوا لحاجة حقية هم يصدقوها هم عاوزين يوصلوا طول الوقت ان يكونوا في الصورة مع النادي الاهلي ومع جميل النادي الاهلي ومع اعلام النادي الاهلي اقولتلك حسين لبيب الاول اعتقد انه كان بيقول هو ده كان صح او غلط وكانت لحظة لا 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 بعد كده لما بدأت تجيب مع الجماهير وبدأ يحس ان الانتقادات الموجهة ليه فترة بدأت تتحول لاشيادات فهيالا بينا لا هو ابو سكابتش حسين لبيب منهجه من البداية انا كنت شايفه بشكل واضح جدا من خلال البيانات اللي كد بتخرجه وانصف المسئولين والعوام المسوكة وكلام كتير جدا هو بيلعب على المنطقة دي والحقيقة هو ايه بخته لان هو رايح للمكان اللي جميل نادي الزمالك بتحب تسمعه فاي حد مسئول هيطلع يشوف شغله في نادي الزمالك بدون ما يستخدم الكتالوج ده مش هلأي مكان مش هلأي مكان توقعتك سريعا عن السوبر المصري نهائي برضو مبارات الفرصة الواحدة دي وكي تبقى لك سعين دي عرقلات ترجيح يعني اي مبارنس في نهاية سعين دي عرقلات ترجيح انا ما توقعتش قبل السوبر الفات ولا توقع قبل السوبر ده طب ما توقع يمكن توقع قصة تتغير بس ان شاء الله اتمنى ان شاء الله ان هي تبقى اهلاوية ان شاء الله كده توقع نكسر اللي انت عملت توقع الاهلي مع ان طبعا كاهلاوية اتمنى مورية الزمالك وان انا اكسبه بسرعة الزمالك كعبو علي على البيراميك بس انا طبعا البيراميز بقى تقيل ممكن حتى بقى كده انا اتكلم في حالة البيراميز بقى تقيل فنان جدا طب بالنسبة لسراميكا انت عديد كده الاهلي لا الاهلي ان شاء الله عدي سراميكا يبقى الاهلي الاهلي مش هياي يفوت بطول السوبر دي ان شاء الله يا رب بإذن الله يعني بلقت بصبري اشكرك جزيلا يعني احمد يماني افضل محل الرياضي في مصر والكلام هيوصل مصدت معك الله ومصدت مع صبري يعني الوقت عدى بسرعة وانا اتمنى ان نكون خفاف على الناس بإذن الله واحنا بنكل عيش مع جميل مع اي جميل تانية احنا ناس موضوعية بشكرك جدا يا صبري يعني ضف عصبحت شبه دائم في عادة كويرة وعايزين بقى نزود عادة كويرة لان الحقيقة نجيب رايح بدمكك وره في حتة تانية بعيد خلص فعايزين نكون في عادة كويرة انا ماشيين في ضل نجيب وفي ضلك وضلك يا حقيقي ايوا ايوا كده قولك ضلك وضل نجيب ضلك وضل نجيب ايوا كده بقى نمسوط الحقيقة بالحلقة وان شاء الله الحلقة يعني تنال اعجاب المشاهدين بنشكركم جدا وانتظرونا في حلقات اخرى بقى دماغ كورة قعدة كويرة بودكاست فينجان شاي مع قسامة اتمنى ان احنا نكون بنقدم اعلامي ورديكم وبشكل متنوع نشوفكم على خير اشتركوا في القناة